السلام عليكم خامس أخذنا في الفيديو السابق عن الدرس الأول بعنوان الخصائص الفيزيائية للمواد وحكينا أن الخصائص الفيزيائية ثلاث خصائص كتلة، وزن، وكثافة وأخذنا عن الكتلة والوزن في الفيديو السابق اليوم رح نشرح بالفيديو عن الكثافة اليوم رح نحكي عن آخر خصائصة فيزيائية للمواد وهي الكثافة طيب، هلأ خلينا مع بعض يا خامس نحكي أن الكثافة تضم المفهومين اللي أخذناهم في الفيديو السابق اللي هم من الكتلة والحجم طبعا الحجم احنا ما اخذنا عنه بالتفصيل وانما انه محجمين هيك بشكل عام منه من خصائص المواد تمام اذا الكثافة تضم المفهومين الكتلة مع الحجم اذا تضم المفهومين الكتلة مع الحجم خلينا نميز يا خامس بين الكتلة والحجم ايش يعني كتلة الكتلة عرفناها هي كمية المادة الموجودة في الجسم كمان مرة الكتلة هي كمية المادة الموجودة في الجسم يا خامس اما الحجم هو الحيز الذي يشغله الجسم كمان مر الحجم هو الحيز الذي يشغله الجسم كيف يعني؟ هلا الكتلة زي ما حكينا انه مثلا بدي اجيب انا كيس بدي احط مثلا فيه 2 كيلو بندورة فانا كم بدي اعب الكيس كم بدي اعب الكيس من البندورة 2 كيلو فانا كمية المادة الموجودة داخل الكيس يعني كمية البندورة الموجودة داخل الكيس بحكي عنها كتلة اما الحجم هو الحيز الذي يشغله الجسم خلينا مثلا نجيب مثلا خزان ماء هلأ خزان الماء أنا بدي أحطه مثلاً على السطح على سطح المنزل هلأ مش هو أخذ حيز تمام؟ فهذا هو الحجم فالحجم هو الحيز الذي يشغله الجسم الكثافة بتضم هؤلاء المفهومات بتضم الكتلة مع مين؟ مع الحجم كيف؟ الكثافة عرف الكثافة يخامس هي الكتلة الموجودة لكل وحدة حجم شافين كيف؟ الكثافة ضمت الكتلة مع الحجم كمان مرة عرف الكثافة هي الكتلة الموجودة لكل وحدة حجم كمان مرة الكثافة هي الكتلة الموجودة لكل وحدة حجم هلأ نحن بنعرف أن المواد لها ثلاث حالات عندي مواد صلبة سائلة غازية حالات المادة ثلاث صلبة سائلة غازية يا خامس صح؟ هلأ شوفوا لي على المادة الصلبة كيف شكل الجزيئات شكل جزيئات شايفين هاي الدوائر اللونهم أسود هاي جزيئات المواد الصلبة بتكون متراصة وقريبة من بعضها البعض تمام؟ أما تعالوا لي على المادة السائلة مثل الماء الزيت شافين كيف شكل الجزيئات بيكون في مسافات بيناتهم من زي المادة الصلبة من أمثل المواد الصلبة خشب حديد إلى آخره أما بالنسبة لي المواد الغازية شافين كيف شكل جزيئاتها متباعدة جداً عن بعضها البعض بتكون متباعدة جداً عن بعضها البعض هلأ خلينا نعمل ملاحظات بناء على المواد الصلبة والسائلة الغازية هلأ بالنسبة للجزيمات أو الجزيئات هاي اللونهم أسود هاي اللونهم أسود تسمى جزيمات أو جزيئات الجزيمات في المادة الصلبة أشمالها بتكون متقاربة جداً من بعضها البعض قريبة جداً من بعضها البعض فبالتالي كثافتها شرح تكون عالية إذن المواد الصلبة كثافتها عالية لأن الجزيمات فيها متراسة وقريبة من بعضها البعض نرؤ على المواد السائلة هلأ بالنسبة للجزيمات والمواد السائلة متقاربة قليلاً من بعضها البعض يعني بس إنه أياش فيه مسافات فيه المسافات من زي المواد الصلبة أما بالنسبة للمواد الغازية بتكون الجزئات شايفة كيف جسيمات بعيدة عن بعضها البعض فوين كثافة المادة أقل ما يمكن عند المواد الغازية إذن كثافة المواد الغازية قليلة جدا وين الكثافة أعلى ما يمكن في المواد الصلبة مثل الحديد، الخشب، الزجاج وين كثافة المواد أقل ما يمكن في عند المواد الغازية زي غاز الأكسجين، الهواء فالملاحظة اللي بدي أعرفها يا خامس كلما تراصل جسيمات المادة وتقاربت من بعضها البعض بزيد كثافتها عشان هيك المواد الصلبة كثافتها عالي إذن إيش الملاحظة هون؟ كلما تراصل جثيمات المادة وتقاربت بعضها البعض تزداد كثافتها فوين كثافة المادة ستكون أكبر ما يمكن؟ عند المواد الصلبة عند المواد الصلبة طيب يا خامس إذن حكينا أن الكثافة المواد الصلبة أكبر من كثافة المواد السائلة والغازية ليش؟ أن المواد الصلبة متراسة وقريبة جدا من بعضها البعض طيب نحن نحكي هلا عن وحدة قياس الكثافة وكيف يحسب الكثافة وحدة قياس الكثافة وحدته هنحفظهم يا خامس قرام لكل سانتي متر مكعب لانهي محن شو حكينا الكثافة تربط لي بين الكتلة والحجب هلا وحدة الكتلة قرام ووحدة الحجب سانتي متر مكعب هلا القرام ايش رمزه جي سمول لكل هاي اشارة لكل هاي هيك الاشي احطى الماله سانتي متر وثلاثة صغيرة مكعب اذا ما وحدة الكثافة مهم جدا نعرف وحدة الكثافة قرام لكل سانتي متر مكعب قرام لكل سانتي متر مكعب كمان مرة وحدة الكثافة قرام لكل سانتي متر مكعب كيف ممكن احسب الكثافة لحساب الكثافة في اندي قانون لازم نحفظه يا خامس الكثافة تساوي الكتلة تقسيم الحجم كمان مرة الكثافة لحساب الكثافة نستعمل قانون الكثافة تساوي الكتلة تقسيم الحجم فبدل منظر نكتب كثافة وكتلة وحجم نعبر عنها برموز حكوا العلماء أن الكثافة رمزها D الكثافة رمزها D تساوي الكتلة رمزها M شو رمز الكتلة M تقسيم الحجم شو رمز الحجم V شو رمز الحجم V إذن لحساب الكثافة نستعمل قانون الكثافة تساوي الكتلة تقسيم الحجم إذا بدأ عبر عنه في رموز الكثافة D تساوي M تقسيم V في عندي هون مثالة نجعل المثال الأول هذا الأول أشي بيحكي لي جسم كتلته 25 كيلو جرام إذن هذا المثال أول كم كتلة الجسم كتلة الجسم تساوي 25 جرام كم حجمه حجمه كم تساوي 5 سنتيمتر مكعب 5 سنتيمتر مكعب بده كثافته ما كثافته طبعا شو بنعجي بنعمل بنكتب قانون الكثافة خلينا نكتبه في الرموز شو قانون الكثافة الحل شو قانون الكثافة طبعا أنا محلول عندي هون بس بديحلوا قدامكم في الفيديو شو قانون الكثافة قانون الكثافة D اللي الكثافة تساوي M تقسيم V كمع مرة قانون الكثافة D تساوي M تقسيم V مطلوب أني أحسب D الكثافة D تساوي M اللي هي من الكتلة M الكتلة اللي 25 تقسيم V اللي هي من الحجم 5 ف25 تقسيم 5 كم تساوي 5 إيش وحدة الكثافة جرام لكل سنتيمتر مكعب إذن كم طنعت عندي الكثافة 5 جرام لكل سنتيمتر مكعب ننتقل إلى المثال الثاني بحكي لي جسم كثافته 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب إذن المثال الثاني معطيني الكثافة معطيني كثافة الجسم كم تساوي تساوي 10 جرام 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب تمام ثلاثة هيك صغيرة المكعب وحجمه كم يساوي الحجم V يعني V كم تساوي الحجم 5 إذن الحجم معطيني 5 سنتيمتر مكعب شو المطلوب مني احسب الكتلة المطلوب مني حساب الكتلة طيب كيف ادي احسب الكتلة كيف ادي احسب الكتلة على القانون الكثافة صح مطلوب مني حساب الكتلة فبكتب قانون الكثافة D تساوي M تقسيم V تمام هلا D الكثافة ما يعطيني يا عشرة فبكتب تحتيها عشرة يا خامس بنزل اليساوي M شو بدي احط مكان ال M الكتلة انا بدي احسب ال M فبتركها M لان انا بدي احسبها تقسيم V كم ال V الحجم خمسة طب لما يكون عندي مجهول في البسط أو المقام كيف بدي أعرفه نضرب ضربا تبادليا نيجي على الكثافة عشر وحط مقامها واحد وبدرب ضرب تبادل في إيشح تصير عشرة في خمسة عشرة ضرب خمسة تساوي واحد في أم يعني أم فعشرة في خمسة خمسين تساوي أم إذن كم كتلة الجسم خمسين جرام كم كتلة الجسم تطلع عندي خمسين جرام يا خمس خمسين جرام يا خمس طيب خامس اتفقنا أن الأجسام الصلبة أو المواد الصلبة كثافتها أعلى من كثافة المواد السائلة والغازية وأقل كثافة من المواد الغازية فعشان هيك رح نأخذ مفهومين اليوم الطفو والغمر رح نأخذ مفهومين الطفو والغمر خلينا نبلش بقوة الطفو إيش يعني قوة الطفو هلا يا خامس لو جبنا كأس ماء وضعت فيه مثلا نص دينار عملة نقدية نص دينار عشرة قروش أي إشحة وضعت فيه عملة نقدية بلاحظ أن العملة النقدية ورح تنزل إلى قاع الكأس وين نزلت العملة النقدية إلى قاع الكأس إيش معناته هذا الحكي معناته إنه إيش إنه العملة النقدية أو نص دينار هاي كثافتها أعلى من كثافة الماء اللي أنا وضعتها فيه فعشان هيك رح تسقط إلى قاع الكأس تمام فهون إحنا رح نيكي عن الطفو والغمر فإيش يعني قوة الطفو قوة الطفو مثلا لو أجيب مثلا كأس ماء وحط فيه قطعة فلين بلاحظ أن قطعة الفلين بتظلوين على سطح كأس الماء ما بتنزل للقاع تطفو على سطح كأس الماء ليش قطعة الفلين تطفو على سطح كأس الماء ليش تطفو قطعة الفلين على سطح الماء ليش لأن كثافة الفلين أقل من كثافة الماء فبين تطفو قطعة الفلين على سطح الماء فمن المثالين هذور رح نعرف إيش يعني طفو وإيش يعني غمر بنسبة لقوة الطفو عرف قوة الطفو يا خامس قوة تؤثر في الجسم تدفعه إلى الأعلى قوة الطفو قوة بتأثر في الجسم بب تدفعه إلى الأعلى طبعاً الجسم متى؟ لما أضعه في سائل أو غاز وأكبر مثال لما جبنا كأس ماء جيبوها إنتوا في المنزل جيبوك أسماء وحطوه في قطعة فلين قطعة الفلين من بتظل طافية على سطح الماء ليش؟ لأنها قوة الطفو راح تأثر على قطعة الفلين إلى الأعلى بتخليها للأعلى بتقولها أنت خليكي الأعلى شو السبب الجسم يا خامس بيطفو لما تكون كثافته أقل من كثافة السائل أو الغاز اللي أنا وضعته فيه إذن متى يطفو الجسم يا خامس يطفو الجسم عندما تكون كثافته أقل من كثافة الماء عفا أقل من كثافة السائل أو الغاز الذي يوضح فيه لما جبناك أسماء وحطيناه في قطعة فلين قطعة الفلين ضلت على سطح الماء تهم tratينه شو معينها طفت إيش بني أحكي عنها طفت أو صار تطفو على سطح الماء ليش بتطفو على سطح الماء؟ شو التبرير؟ لأن كثافة الفلين أقل من كثافة الماء طب ومتى بينغمر الجسم لما جبنا النص دينار ووضعناها في الماء انغمرت العملة النقدية أو النص دينار وينلقاها الكاس متى بينغمر الجسم إذا كانت كثافته أعلى من كثافة مين؟ أعلى من كثافة السائل أو الغازة الذي يوضع فيه طبعاً مين العالم ليفسر لي عملية الطفو والغمر وهالأشياء هو العالم؟ إذن رح نعرف متى يطفو الجسم ومتى ينغمر الجسم متى يطفو الجسم يا خامس؟ يطفو الجسم عنده نقطتان النقطة الأولى عندما تكون قوة الدفع للأعلى أكبر من وزن الجسم نحو الأسفل بيطفو لما قوة الدفعه للأعلى أكثر من وزنه للأسفل فلما يكون القوة الدفع للأعلى ويرح تخليه كله ياته على سطح الماء وأيضاً إذا كانت كثافة الجسم أقل من كثافة السائل أو الغازة الذي يوضع فيه طيب متى بينغمر الجسم؟ يعني متى بينغمر؟ يعني بينغمر بينزل إلى القاع أما الطفو أنه بضل على السطح يا خامس الطفو أنه بضل على السطح ينغمر أنه بنزل للقاع متى بينغمر الجسم؟ لما تكون قوة الدفعه للأعلى أقل من وزنه ماشي؟ إذن لما تكون بينغمر الجسم يعني بينزل للأسفل لما تكون قوة الدفعه للأعلى أقل من وزنه يعني وزنه نحو الأسفل أكبر فبالتالي وين بينغمر أو بينزل للقاع وأيضا بينغمر الجسم لما تكون كثافة الجسم أكبر من كثافة السائل أو الغاز الذي يوضع فيه إذن يا خامس هنا رسمت لكم كيف مفهوم الطفو والغوص أو ينغمر حكينا الجسم يطفو لما تكون كثافته أقل من كثافة الماء هاي يطفو شايفينه يطفو بضل على سطح الماء شايفين هاي الكرة الحمراء هاي معناته عم وجودة على السطح يعني يطفو إذن يطفو الجسم لما تكون كثافته أقل من كثافة السائل أو الماء الذي يوضع فيه وأيضا بتكون قوة الدفع للأعلى قوة الدفع للأعلى ما لها أكبر من وزن الجسم نحو الأسفل ينغمر وين رح ينغمر أو بغوص إلى قاعمين قاح الكأس متى بينغمر هنا ينغمر أو متى يغوص يعني بينزل في القاع لما تكون كثافة هذا الجسم أكبر من كثافة الماء وأيضا قوة وزنه للأسفل أعلى من قوة دفعه للأعلى تمام يا خامس إذا شايفين كيف الطفو هيطفو يعني بيضل على السطح ولما تكون كثافته أقل من كثافة الماء الموضوع فيه متى بينغمر أو بغوص للقاع بينغمر يعني بنزل للقاع لما تكون كثافته أكبر من كثافة الماء فلأشوفوا الجسم اللي كثافته أقل من واحد رح يطفو والجسم اللي كثافته أكبر من واحد رح ينغمر يا خامس ولهوم نكون أنهينا درسنا إن شاء الله في الفيديو الجاية رح نحل الأسئلة ويعطيكم ألف عافية